أهلا بيك وبيكي في مدرسة المسيح المدرسة دي بالنسبة لي حلم حلمته سنوات طويلة والنهاردة بشوفه يطلع للنور أن ننسجل بالصورة دية الحقائق الروحية الأساسية في حياتنا مع ربنا بطريقة منظمة متسلسلة كتابية واقعية تطبيقية عشان كده سميناها مدرسة المسيح مدرسة بندعوك فيها أنك تكون تلميذ تلميذ بصحيح للسيد والمعلم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح في المدرسة دي حندرس 12 كتاب كل كتاب فصل بيلمس جانب من أهم جوانب مسيرتنا مع الله تقدر في المدرسة ديك أنك تسجل نفسك تلميذ على الويب سايت باسمك أو باسمه مستعار وبالتسجيل ده تقدر تنزل من على الويب سايت كل الدراسات والأسئلة والشيتات اللي أنت محتاج تجاوبها وتبعتها لنا وتقدر كمان ترسلنا بتساؤلاتك واحتياجاتك عايزين نقف جنبك ونساعدك بالمشورة والرد على أسئلتك ربنا يقودك معنا في رحلة رائعة تكون فيها تلميذ للمسيح حبايا رحب بيكم في حلقة جديدة من مدرسة المسيح وزي ما اتفقنا من بداية البرنامج بتاعنا أن دي رحلة طويلة تاخد العمر كله الحلقات دي يمكن أنك تتابعها حياخد منك مش شهور لكن سنين الهدف مش أني مجرد أفهم الهدف أني أفهم وأدرك عشان أعيش وأتغير وأكون مثل المعلم عشان كده برحب بيك تلميذ في مدرسة المسيح تقدر تروح للويب سايت وتسجل وتقدر تحضر كل الحلقات اللي فاتتك في الجزء ده أو في الأجزاء السابقة هتلاقيها موجودة على الويب سايت في المجموعة دي من الحلقات بنتكلم حول شخصية المسيح الحل الإلهي أن الله يأتي إلى عالمنا كإنسان ليصل إلينا ليأتي بنا مرة أخرى إلى حدمه ليصالحنا مع نفسه مش ربنا اللي متخانق معنا لكن إحنا اللي صرنا لله أعداء إحنا اللي كلنا كغنى من ضلالنا ملنا كل واحد إلى طريقه وبالرغبة من كده مجيء المسيح زي ما قلنا فاجئنا بأن ربنا هو اللي جاي يدور علينا مش إحنا اللي بندور عليه في دراسة شخصية المسيح تكلمنا عن هو مين قبل التجسد الكلمة الإبن الأزلي الأبدي تكلمنا عن التجسد أنه صار إنسانا عشان كده لقب بابن الإنسان وهو اختار اللقب ده لنفسه تكلمنا عن نظريات الإخلاء يعني إيه أخلى نفسه الدنيا دي حصلت إزاي وإن ده درس لينا مش مجرد نفهمه فنعرف نجاوب الناس لكن ده درس بيدعونا إحنا كمان نعيشه في الحياة لماذا جاء المسيح إلى العالم لماذا خطى الله هذه الخطوة الهائلة ليدخل التاريخ قلنا في ثلاث أسباب ساب الأول عشان يعيد الصورة الحقيقية عن الله لأزهننا وقلوبنا وضمائرنا رأينا مجد الله في وجه يسوع المسيح الذي رآني فقد رأى الآب هستعرف ربنا كويس هستعرف هو مين اتفرج على يسوع المسيح هو إعلان الله عن نفسه هو يصلح لك كل المفاهيم اللي مطلخبطة في ذهنك عن مين هو ربنا حقيقة تانية اللي هنبتدي فيها مع بعض النهاردة بكل تأكيد كلنا عارفين الحقيقة دي أن المسيح جاء ليتمم عمل الفداء وده اللي موجود قدامنا على الشاشة القصة دي عشان تتضح هنفكها 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 بطريقة منظمة نقدر نفهمها ونقدر نستوعبها ونقدر كمان لو حبينا نشرحها للذين يسألوننا عن سبب الرجاء الذي فينا نفكها ازاي؟ هنفكها اولا نقول إنه فيه قانون وده شرحنا بالتفصيل لما خدنا القانون الأخلاقي القانون الأدبي اللي الله وضعه للخليق وحنشرح ونقول إن اللي حصل إن الإنسان كسر القانون ده الخطيئة هي التعدي فاكرين التعدي كسر القانون فكان فيه قانون الإنسان كسر القانون ده بقى عندي احتياج بقيت في مشكلة بقيت متورط صح؟ فحنقول إيه القانون باختصار شديد لأني شرحناه في عشر حلقات ولا ثمان حلقات وبعدين كسرت القانون إيه الكسر اللي حصل ده وبالتالي بقى عندي احتياج عندي مشكلة الفداء هو العلاج الإلهي هو تزديد احتياجي ده عشان أعرف أرجع أعيش مع ربنا وعيش الإنسان المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق فحناخدهم بالترتيب ده حنرسم الهرم بتاعنا ده وناخد خطوة خطوة عشان نفهم قضية الفداء شكلا وأهم موضوعا واحدة واحدة قانون الأخلاقي بكل تأكيد إن الله وضع قانون وجود الشيء دايما يستلزم وجود إيه قانون ليحفظه واتفقنا على الحكاية دي واتكلمناها زي ما ربنا خلق النجوم والكواكب خلق المادة في قانين الطبيعية اللي بتحكم المادة وتحفظها من تدمير نفسها خلق الحياة السايتو بلازم بصوره المختلفة وخرق لقوانين الحياة اللي تحفظه وتبقيه مش كده وخلق الإنسان الكائن الأدبي الوحيد الكائن الأخلاقي الوحيد المخلوق بصورة مادية في هذا العالم وضع له القانون الأدبي اللي يقدر به الإنسان يفهم دوره ومسئوليته وبالتالي النتائج المرجوة منه اتفقنا على وجود الشيء يستلزم وجود القانون الحقيقة التانية طبيعة القانون ده برده تكلمنا عن طبيعة القانون ده إن القوانين اللي بيحطوها البشر لحكم العلاقات الإنسانية قوانين بتسميها قوانين وضعية مش قوانين مطلقة لكن القانون إلهي قانون كامل مطلق مش بيحتاج اللي بينفزه الفرق ما بين الاتنين دول عشان اللي ما حضرش معانا قبل كده بنشرحها بزي قانون الجاذبية قانون الجاذبية من أشهر القوانين اللي بتحفظ المادة اللي بيخليك قاعد مكانك والكراسي دي قاعدة والمبنى ده قاعد والكاميرات دي قاعدة والناس كلها قاعدة مش طايرين في الهوى كده الجاذبية مظبوط الجاذبية الأرضية هي اللي بحافظة على الحاجات في مكانها اللي خليك لما بتنط بترجع تاني مش كده طيب القانون دوت ربنا حطه حد بينفزه ولا هو بينفز روحه هو بينفز روحه يعني لو أنا الغطى ده بتاع النظارة بتاعتي سبتها يحصل إيه الغطى يوع كويسي ولا ربنا حطت ملايكة بحيث أول ما سيبه يروح جيه ملاك موقع الحاجة دي وكل واحد على كتاف وملاكين كده عشان يقعدوا مكانه فكمية الملايكة اللي موجودة هنا اللي تنفز قانون الجاذبية كمية خيالية هل هو كده يعني ربنا بينفز القانون ولا منه فيه منه فيه ده اللي قصدنا بالقانون المطلق والكامل automatic منه فيه لو فهمنا الحكاية دي في حاجات كتير قوي من صورتنا عن ربنا انه ماشي يعاقب وينفز قانون الأخلاق ان أجرة الخطية موت حتتشال من ذهننا أجرة الخطية موت معنى ان الخطية سم يميت الانسان مش الله يعاقب الخاطي بانه يميته ده اللي شرحناه بأكثر تفصيل وإحنا متكلم عن حكم الله الأدبي للخليقة ومعنى ان هذا القانون اللي الله خلقه قانون مطلق الحاجة التانية ان القانون ده مبني على ان الانسان حر ان يختار لنفسه حياته ومصيره أدبياً وليس طبيعياً ما اخترتش للوني ولا شكلي ولا طولي ولا أهلي مش كده لكن اخترت ما بين الخير والشر اخترت بين اعيش مع ربنا او معيش مع ربنا اخترت اني احب او اني ابغض اخترت اني اعطي نفسي حباً للآخرين او اني اشتايل آخرين لأمتلكهم لنفسي فالقانون ده مبني انك كائن حر وبالتالي انت مسؤول عن اختيارك الذي تخطر الجانب الثالث اللي عايزين نوضحه من القانون الاخلاقي دوت محتوى محتوى القانون دوت محتوى القانون دوت انه يا بشر يا بني آدم انا بحبك والحب علاقة وشركة والتحاد واني اوجد فيك وتوجد فيي واني نعيش معاً رحلة الحياة لكن انت حر تخترني او تسيبني اذا سيبتني انا ينبوع الحياة انا مصدر الحياة مش هتعرف تعيش من غيري اذا ما اخترتش الحب واخترت الانانية الانانية تقتلك اذا اخترت انك تكره هتصير عدو للاخرين والاخرين اعدائك وحتصير عدو لنفسك فكل واحد سيقتل نفسه والاخر يوم تأكل منها موتاً تموت يوم ما تسيبها هيحصلها ايه هتقع هتقع محدش حيوقعها هي هتقع لان فيه قانون اسمه الجاذبية الارضية واضح الفكرة دي فده محتوى القانون ان اجرت الخطية موت وقلنا الخطية هنا مش مجرد فعل لكن الفعل اللي عملوا ادم يوم اكل من الشجرة الفعل اللي البشر النهاردة بيعملوه تجاه الله انه بيقولوا لربنا بمعرفة طرقك لا نصار انا مش عايزة اعيش معك زي الابن الضال بابا مش عايزة اعيش معك عايزة اعيش في الكورة البعيدة عايزة استقل عايزة امالك نفسي مش عايزة ابقى تحت ظلك مش عايزة تقول لي ما تعملش واعمل سيبني اعمل لانا حيث متقوليش صح وغلط سيبني حط انا قوانين لنفسي فالخطية هي قرار الانسان بياخده ليستقل عن الله بنفسه فيكون هو الها لنفسه فيكون هو الها لنفسه ربنا بيقول عندك حرية تعمل كده بس خلي بالك خلي بالك لو عملت كده انت بتحكم على نفسك بالموت مش انا بقميتك لكن انت بتحكم على نفسك بالموت فده محتوى القانون يبقى فيه وجود للقانون فيه طبيعة للقانون فيه محتوى للقانون الادبي اللي الله حطه عشان يحكم علاقته به وعلاقت الانسان باخيه الانسان ده اختصار حلقات كتير قوي احنا خدناها قبل كده بنشرح وجود القانون ده طيب الانسان كسر القانون كسر القانون ده عمل ايه عمل ايه عمل مشاكل هنقول ايه المشاكل وبعدين هنقول اذا ايه الاحتياج عشان نصلح المشاكل دي هنزبوط زي في الطب كده بنقول دخلت الجرثومة حصل باثولوجي باثولوجي معناه حصل تشوه حصل عيوب حصلت مشاكل في الخلايا حصل تدمير في الاجهزة بتاع الانسان فده الباثولوجي دلوقتي ده المرض اللي حصل نتيجة دخول الخطيئة في الانسان وبعدين هنقول اذا الاحتياج للعلاج نعمل عملية وندي داوة ونعمل اشعة وبعدين نشوف ازاي المسيح باللي عمله قدم الاحتياج ده عشان يرجع الباثولوجي ده الى الفيسيولوجي يرجع العيوب اللي حصلت دي الى الوضع الصحيح اللي اتخلقت عليه فاهمين الفكرة اللي عايز اقول انا بخلفتي الطبية غزبا عني بفكر بالطريقة دي فما تسعلوش منهم اول حاجة في كسر القانون حصل ان انا انفصلت روحيا على الله زي ما احنا قلنا اتنين ان الخطيئة دي بقت بتدني انا تحت دينونة الخطيئة مش دينونة الله دينونة الخطيئة نفسها الحاجة التالتة ودي اللي قلناها برضو قبل كده في لتيجة سقوط الانسان ان الطبيعة بتاعت الانسان صارت فاسدة فكسر القانون اني اعصى اني اتحدى القانون الالهي دو عمل ثلاث مشاكل بالنسبة لي صرت منفصل لان ده اختياري صرت تحت دينونة الخطيئة مزنب صرت عبدي للخطيئة لاني بقيت فاسد وماقدرش اعمل غيرها خلاص هي بقت سيدي انا افتكرت لما استقلة عن ربنا هاخد حريتي انا لما استقلت عن ربنا صرت عبد للإسم وللشر فانا عندي ثلاث مشاكل حصلوا نتيجة كسر هذا القانون خلينا ناخدهم واحدة واحدة مع بعض يوم تأكل منها موتن تموت ده التعبير اللي شرحناه بالتفصيل ما ماتش ما وقعش ميت ما قالوش سكتة قلبية مش كده ما قالوش المستشفى بالعكس بالعكس ده تفتحت عينيه وشاف انه عريان ده شاف حاجات ما جانتش عباق قبل كده مظبوط شاف قبحه شاف احتياجه شاف المصيبة يعني فإذا الموت اللي بتكلم عنه هنا ده موت روحي ده انفصال عن ربنا بدليل انه بقى بيستخبى من ربنا بدل ما بقى بيجري على ربنا سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأ من أعلمك انك عريان ما كنتش حاسس بعريك ده الشعور بالزنب ده الشعور بالزنب أنا عريان أنا عريان وعايزة تستر منت الأول مش شاعر بعريك مش شاعر بقبحك لأني النهاردة أنا بقيت منفصل أنا حاسس بالظلمة أنا حاسس بالظلمة اللي أنا عايش فيها الانفصال الروحي وده اللي بيأكده في أجرة الخطيئة موت فالموت هنا تعبير عن الموت الروحي الانفصال الروحي عن ربنا وشرحنا الفكرة دي بيقولنا الانسان روح ونفسه جسد وإن الروح بتستمد حياتها من الله الروح زي لمبة بتاخد الكهرباء بتاعتها من ربنا شلت الفيشة اللمبة دي طفي فنور الحياة في الإنسان بانفصاله عن ربنا بينطفئ فده الموت ده الموت ده الانفصال اللي سماه الكتاب الموت الروحي حقيقة تانية إن الخطيئة دي بتدني بتدني أنا بقيت شاعر بالزنب وده اللي خدناه في باب الإنسان لما تكلمنا عن التأثير الروحي انفصال وبعين قلنا التأثير النفسي واحدة منهم الشعور بالزنب الخوف الهروب الضياع كل ده دي دينونة الخطيئة جوه الخطيئة بتدني مش ربنا مش ربنا القصة جاءت في جنة عدن كأن ربنا معرفش ليه يا رب كتبتها بالسيناريو دي عشان أكد لكم إن القانون منه فيه إنه مش أنا ليه تكتبت القصة بالطريقة دية يا رب عشان أكد لكم إنه مش أنا مش أنا ده القانون إيه منه فيه ده قانون مطلق مش محتاج شرطي بضع ليك ويمسكك وإذا ما مسككش متلبس تبقى بريء ده مش محتاج أمر من النيابة إذا لقيت معاك حشيش وما فيش أمر من النيابة تطلع براءة معيني زبطناك ومعاك حشيش بس ما كانش فيه أمر النيابة بالتفتيش فاهميني بقول إيه يعني القوانين البشرية قوانين بتحتاجها ناس كتير أقو أقو عشان تنفذها ربنا قوانين مش كده القانون هو اللي بينفذ نفسه مش ربنا وده لما يوصلنا لفكرة الفداء ناس كتير يقول لك لا تب ما كان ربنا يعمل يعمل إيه لازم يغير القانون لازم يغير القانون وحنيجي للفكرة دي نشرحها بتفصيل شديد جدا في ضرورة الفداء لكن كل ده مبني على وجود القانون وعلى كسر القانون سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبقت وده يورينا أن الخطيئة اللي فيها بتدني بتصرخ في أعماقي مزنب 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 تحت حكم الخطيئة تحت حكم الخطيئة أنا مزنب الدينونة الحقيقة التالتة اللي احنا برضو شرحناها بالتفصيل جدا في باب الخطيئة وسقوط الإنسان اللي هي بيقول الكتاب أنا النهاردة بقيت كائن جسدي مبيع تحت الخطيئة برضو فاكرين الرسمة الثلاثية اللي كنا رسمناها روح ونفسه جسد الروح ربنا بيقودها عشان يرتقي بيا ويسمو بيا أو بمشي لتحت بيبقى الجسد هو اللي بيقودني للعالم المادي وللشهوات وللغرائز بتاعتي بوليس بيقول لما تقطعت العلاقة اللي فوق بدل ما ربنا بيسحبني والجسد بيروح معايا في الاتجاه الرقي والتقدم والحب والعطاء والنقاء والاستخدام الأفضل للجسد لخدمة الآخرين أنا صرت إيه بيقول الكتاب جسدي مبيع تحت متباع للخطيئة أنا بعت أنا بعت نفسي للخطيئة فالخطيئة بقت سيدي الخطيئة بقت إيه سيدي شاب بيصارع مع شهواته الجنسية فراح لربنا قال الله رب أنا 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 أوعدك أني مش هرجع للنجاسة مرة تانية بعد يوم يومين لقى نفسه وقع زي الجردل رجع لربنا قال الله رب سمحني سمحني لكن أنا بكل قواية هذه المرة وبكر إراتي أوعدك أن لا أعود لفعل النجاسة مرة أخر ساعتين ثلاثة وقع زي الجردل رح معاور نفسه وخد بالريشة وكتب وثيقة بخطي أتعهد أمام الله بدمي أن لا أعود أن أفعل الخطيئة بعد ساعات قليلة سقط فيها ليه ما قدر لأني أنا جسدي مبيع تحت الخطيئة كل ما أريد أن أفعل الحسنة بوليس بيقول أجد الشر حاضر عندي جوايا إحنا بنحاول نرتقي بالمجتمعات أننا نعلمهم الأخلاق الحميدة والأدب والأخلاق ما لا تتقدم مش كده الحضارة والثقافة والعلم والتكنولوجي والموبايل والمش عارف إيه والبلوتوث وال وخل الخطيئة تقل خل العفة والنقاء والصدق والأمانة والإخلاص والوفاء بيزيد صح كده كنت في لقاء مع بعض الرعاة من دول مختلفة وبعدين أحد الرعاة من كوستوريكا بيقول لي إحصائية نزلت عندنا قريب إن من كل 300 زوج في واحد وفي بس ده في كوستوريكا فكان قاعد جنبنا واحد من جامايكا أسيس برضو كبير وليه برنامج تليفزين في جامايكا قلت له إيه فبتاع أسيس جامايكا وصي له كده قال لي اتخضيت قلت له آه قال لي لا إحنا عندنا في جامايكا واحد في الألف العلم والتقدم والحضارة والثقافة والرقية والماجسترات والدكتوراه ما بيحسنش الأخلاق أما أنا فجسدي مبيع تحت الخطيئة فساد الطبيعة البشرية المشكلة مش أني أنا أتعهد أني مغلطش هاغلط ومش هاغلط أقل هاغلط أكتر وكل ما بيكبر الإنسان بيقولك ده شاب مراحق لما يكبر ويجوز حيتلم الفساد الأخلاقي بعد الزواج أضعاف الفساد الأخلاقي قبل الزواج يقولك لما يجوز خلاص خلاص بلعك بيزيد بنات كثيرة جدا جدا قبل الزواج لم يمارسوا الجنس خارج الزواج بعد الزواج فجروا مش الزواج هو اللي بيحفظني من النجازة مش الظروف هي اللي بتمنعني من أني أخطئ لأن أنا جسدي مبيع تحت الخطيئة مش التدين يقدر ينقذني مش الممارسات الروحية تقدر تغيرني لأن أنا جسدي مبيع تحت الخطيئة كل ما أريد أن أفعل بوليس بيتكلم عن واحد يهودي متدين حافظ على النموس اللي هو التقاليد اليهودية والشرائع اليهودية وأرى العهد القديم وكان معلما ومعه ماجستير في اللاهوت اليهودي وقاء الديني وبيتكلم عن نفسه أنا جسدي مبيع تحت الخطيئة في المشكلة اللي بنتكلم عنها مشكلة حقيقية موجودة لغاية النهاردة وبتزيد مع الأيام برغم التقدم الهائل في العلوم الدينية والمعاهد الدينية والدراسات الدينية والمؤسسات الدينية والشهادات الدينية والفساد بيزيد والفساد جوايا مش برعي المشكلة الحقيقية اللي حصلت ليا كفرد ولينا كمجتمع نتيجة كسر القانون الإلهي إن الإنسان استقل إن الإنسان صار تحت دينونة الخطيئة بالموت الشعور بالزم الشعور بالقبح وإن الإنسان بقى عبد للخطيئة ارجع للجزء دوت من الدراسة هتلاقي آيات كتيرة قوية بتتكلم عن يعني إيه أنا عبد للخطيئة رشدة العلاج بقى ده قولنا البسولوجي ده علم المرض ده المرض اللي حصل للإنسان عندي ثلاث مشاكل كبيرة أوي نصلحهم إزاي عايزين نعدل التلاتة دول لو إنت عايز ترجع الإنسان بني آدم تاني بحسب الخليقة الأولى اللي ربنا صنعها يبقى الاحتياج الأولاني محتاج غفران محتاج وثيقة غفران الزمب اللي عمله ده لازم إيه نشيله الله غفور إيه راح يحيييه ده أحيييه أحييه 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 أح يا ربنا يسمحني أيوة ربنا ما احنا اتفقنا هو مش القاضي اللي عنده فيقدر يشته مش كده ده اللي بيدني مين الخطيئة نفسها اللي بيدني فمين مشكلة ايه لو أنا قدام محكمة والمحكمة هي اللي بتقرر أنا مزنب ولا لأ آه خلاص مش مزنب لكن أنا دلوقتي أنا صنعت شرا والشر ده هو اللي بيقول لي أنت إيه مزنب فأنا محتاج غفران بحق وحقيق الخطيئة اللي عملتها حقيقية ومحتاج غفران ليها وحنشوف إزاي الحل الوحيد للغفران ده يحصل كويس الاحتياج التاني أنا محتاج أنا أبقى بني آدم جديد لازم عملية جراحية تعيد عارفين في الكمبيوتر كده في حاجة اسمها undo مش كده يعني اللي عملته ده دوس عليه يعمل ايه يشيل اللي أنت عملته ده صحة أنت بوضت حاجة وبعد دوس على زر يشيل البوضان اللي أنت عملته ده مزبوط كده فأنا دلوقتي قدام مع وقف في أنا محتاج تغيير أنا محتاج طبيعة جديدة بنسميها محتاج أتخلق من جديدة شكرا سميناها خليقة جديدة إعادة خلق محتاج عملية جراحية في النفس البشرية تنزع هذا الفساد وتحط بداله نقاء وطهارة ورغبة أني أعيش صحة فلما اختار الصحة ألاقي عندي قدرة أن أنا ايه أعمل الصحة دلوقتي حتى لو بعقلي عايز أعمل الصحة هعمل ايه الغلط عايز حاجة جوايا تخليه لما اختار الصحة أعمل ايه أعمل الصحة لما أقول لروحي مش عايز أشتهي أنا عايز أحب مش عايز أشتهي أنا عايز أعطي مش عايز أاخد أنا نفسي عارف أحب عارف أعطي لما أروحي أنا عايز أخفر آه دأ لإيه عندي نعمة خليني قادر إيه أخفر اليأساء إلية مش أنا عايز أخفر بس مش قاتر والمرارة ملياني أنا عايز ما غيرش من اللي أحسن مني في نظر الناس مش عايز اغير مش عايز احسد مش عايز احقد مش عايز مش عايز بس من غير ما انا اتغير اقدر اقدر ما احسدش اقدر ما اغيرش البنت اللي جنبك اموره اكتر منك تدري ما تغيرش منها البنت اللي ولد اللي جنبك البنات متلمين حواليه وانت مش متلمين حواليك تقدر ما تغيرش تقدر ما تحسدش تقدر ما تقدر ما تقدر فانا محتاج انا اتغير بحيس لما اقول لروحي مش عايز اغير مش عايز أحقد مش عايز أحسد ألاقي نفسي عندي قدرة جواي تخليني قادر بابقى محترم نفسي بابقى مش شايف روحي ايه القبح ده ما تبطل غيرة ما تبطل حقد ما تتعدل عارفة تعدل فأنا محتاج عملية جراحية ثلاثة حد بقى ياخدني من ايدي ويرجعني يصالحني مع ربنا ويرميني في حضنه صح كنان لأن الهدف هو رقم ثلاثة دول أنا عايز خطيتي تغفر عشان ما بقاش مزلم عايز طبيعتي تتغير عشان أقدر أعيش الصح ما أنه لو عشت من غير ربنا هرجع أعمل ايه؟ هرجع أغلط تاني وهدب عندي الفساد أنا الهدف من واحد واثنين حد يرجع يعملني ايه؟ يرميني في حضن ربنا فعيش معاه لأن الاختيار للحياة أني أختار الرب مش كده؟ أني أختار الربنا أني أعرف أحب ربنا إذا ما عارفتش أحب أروع واحد في الدنيا اللي اسمه ربنا هحب أشكال زينا أنا واحد منها هحب نفسي يعني إذا ما حبتش الجمال ده تعرف بنا هحب القبح ده إذا ما حبتش الكامل هحب الناقص إذا ما حبتش اللي بيحبني هحب اللي مش طيقني فأنا محتاج مساعدة بصراحة يعني اللي بص لتأخذ أنا محتاج مساعدة أنا محتاج مساعدة الأسيس منيس تعاود يحكي لنا حكاية جميلة أو يبتشرح قال وعز في قرية مجموعة من الفلاحين البصطاء قال مين فيكم يشرح لنا كلمة الخلاص كلمة كبيرة أوي لهوتية كده موجودة في الكتاب النعمة أنتم مخلصون وذلك ليس منكم وهو عطيط الله كلام كبير كده أوي ففلاح كده بسيط رفع يده قال له تفضل فالفلاح ده جاب شوية أش وحطهم كده دايرة على الأرض وبعين جاب دودة ورح حطتها في النص ورح مولع في الأش ده فبقت صور من نار ودودة في النص فوقت له كده لقوا الدودة حسة بالحرارة لأنه حطت الدودة قرب نحية منها فبتالت الدودة تمشي بعيد عن النار ديت وتروح الناحية التانية بس تلاقت نار فمشت كده لقت نار مشت كده لقت نار ووقفت في النص الدودة مش عارفة تروح فين لأن النار من كل نحية وبعين بيقول الخلاص هو إن إيد من فوق الفلاح ده رح مشمر كميته كده ورح مدي إيده ورح واخد الدودة من النص وطلحها برا قال هو ده الخلاص إن أنا كإنسان النار اللي أنا عملتها فيروح حوطتني من كل نحية ومعنديش مخرج إيد من فوق إيد من فوق اتمدت وخدتني وحطتني برا النهار هو ده بالزبط اللي إحنا بنشرحه بنقول ما بقاش عندي مخرج لقيت نفسي ما عنديش حال أنا محتاج مخلص محتاج إيد علوية أقوى مني وأقوى من الظروف اللي أنا عايش فيها تخدني وتطلعني برا النيران المحيطة بيا فالثلاث حاجات دول بنقول مين أنا قدر أعملهم مين يقدر يساعدني مين يقدر يساعدني لو افترضنا وحنمسوكم واحدة واحدة لو افترضنا إن ربنا عنده سلطة فوق القانون اتفقنا إن ربنا اختار إنه يبقى يحترم القانون وجاء قال أوكي أوكي أنت مزنب وثبت الزنب والخطية تنادي عليك بالعقوبة بس أنا بميني فوق القانون مسمحك لو هفترض إن ربنا قرر إنه يتجاوز القانون ويسمحني طيب والطبيعة الفاسدة موجودة هرجع أغلط وأغلط أكتر وبميني كل شوية هتسمحني ها وعمل شوية حاجات كده تخليك تسمحني يبقى من حق إيه بقى أغلط براحتي صحيح كده فإنت صنعت مني إنسان بسبب الغفران أسوأ مستبيح فيتحليلي التلكة مع بعض يا يفتح إيه يفتح الله أنت ما أنقستنيش أنت بعدتني عن النار دي حتقربني من النار دي بعدتني عن النار دي حتقربني من النار دي يا تطلعني برا كلها يا أنت لم تنجيني أرجو تكون واضحة الجزء ده بوضوح شديد لأن الخطوة اللي جاي إحنا هنشرح ليه المسيح جاء وليه الفداء حل التلاتة دول في وقت واحد بطريقة عظيمة هو اليد السماوية اللي امتد لتأخذني من الجحيم اللي أنا وضعت نفسي فيه وترجعني مرة تانية في حضن الآب في العش الإلهي في بيت الله في العائلة الإلهية اللي أستمتع بربنا وبالحياة هنا وبالأبدية هناك أي أسئلة في الحتة دي عايز تأكد أن ده واضح أنه القانون واضح أن كسر القانون واضح أن الفاصولوجي ده واضح أن إذن الاحتياج بتاعي النهاردة الروس شدت بتقولي إذا كنت عايز تنجو عندك ثلاث مشاكل شوف لك حل فيهم سؤال حضرتك قلت في حتة الغفران دي أن مش ربنا هو اللي بيدني الخطيئة هي اللي بيدني صح؟ بسبب أن القانون إيه؟ مطلق بنكذ نفسه طيب لهو الخطيئة على فكرة أنا شالي نضارة منها فمحدش قلبه يتخط طيب فلو الخطيئة هي اللي بيدني يبقى أنا ليه محتاج غفران ربنا ما هو ربنا مش هو الحكم كويس قوي أنا محتاج غفران من الخطيئة من الخطيئة مش فهمة أنا تحت الدينونة بتاعتها كويس لو أنت مش يلتيش عني الدينونة دي بتاعت الخطيئة هفضل أنا إيه؟ عبدليها عبدليها مدان هتفضل تصرخ جوايا مدان هفضل دايما إيه؟ مستخبي هفضل دايما شاعر بالعورية صح كده؟ كل النتائج بتاعت دينونة الخطيئة دي هتفضل قائمة ولا لأ؟ قائمة طب مش فهم يعني أطلب الغفران من الخطيئة إزاي ده الحل ده الحل الأعجوبة اللي ربنا عمله إن إذن الغفران محتاج إيه؟ محتاج أشيل الخطيئة مش أشيل الشعور بالزنب لما أشيل الخطيئة يروح معها الشعور إيه؟ بالزنب فنزلش خطيئة نفسها أشيلها مش أسمحك فهم الفرر بالاتنين؟ أنت غلطي في حقي أنا سمحتك معناها مش أنا مش مش هنتقم نظبوط؟ لكن أنت تفضلش أعرف إيه؟ لأن أنت غلطانة أنا مش هنتقم منك فلو ربنا قال لي أنا مش هنتقم منك الخطيئة اللي أنا عملها عاملة إيه فيها؟ زي ما هي فالحل عشان أنت تنالي غفران أعمل أنا إيه لازم؟ أشيل الخطيئة نفسها أشيل الفعل نفسه منك يبقى أنت ما عملتهوش يبقى عشان أديكي غفران حقيقي الخطيئة مش بدينك لازم اللي أنت عملته نفسه أنا أرفعه عنك وده اللي نحن نشرحه دلوقتي والرب داود بيقول كده والرب رفع آسامة خطيئتي داود قال عبارة بروح النبوة جميلة جدا وأنت رفعت آسامة قلت أعترف للرب بالزنبي بصوا العبارة قلت أعترف للرب بالزنبي روح قلت حرورة لربنا أقوله أنا غلطان طب ربنا عمل إيه؟ ربنا رفع عني خطيئتي مش قال لي مسامحة بس مدرنش كده داني وأنا هي شايلها لك هنشوف الغفران الإلهي شكله أي دلوقتي أهو أهو أنا شايلها لك تاني يا داود تاني؟ اكتبوله بقى اتنين ماشي مسامحك إحنا صورنا ربنا إيه؟ أب في البيت قاضي بيعاقب مظبوط بسامحك لم يش عاقبك إحنا اتفقنا القانون إيه؟ منه فيه عشان أنا الغفران لازم الخطيئة نفسها يحصل لها إيه؟ تتشاء وده الحل اللي هنتكلم عنه دلوقتي حاجة حاجة ما كانش ممكن حد يقلفها يا جماعة احنا ما كانش ممكن نقلف إن الربنا عمله دا ما تخطوش على بقى الإنسان عشان لا حد يقلفهم سؤال تاني أنا حاسة أنا متاخدة في سكة حلوة سكة إنه أنا لما هخطأ هبقى محتاجة إنه أنا يتغفر لي خطيتي وبعد كده أتغير وبعد كده يحصل مصالحة بيني وبين الله حلوة بس أنا هرجع لفكرة إنه الآية اللي بيقولها راحت من ذهني دلوقتي مين اللي بيقولها بس آه بولس إنه كلما أفعل الحسن أجد الشر حاضرين عندي وحاسة إنه كلما بعمل خطيئة بتوب عنها بس برجع أعملها تاني يعني السكة اللي حضرتك بتوضحها لي إنه لو أنا مشيت الخطوات دي أنا مش هرجع لخطيئة تاني بس إزاي بقى كلما أفعل الحسن أجد الشر حاضرين عندي وده الواقع بتاعي إن أنا بخطأ برضو بتوب وبخطأ تاني إيه لما ما هو ده الحل الإلهي الحل الإلهي إنه مش يسمحني فأستبيح الغطيئة يسمحني بالطريقة اللي حنشرحها ويعطيني قدرة في ذاتي إنه أقدر أقول للخطيئة لأ وما أعمل هاش مش معناها مش أغلط ولا حاجة خالص معناها إنه مش أبقى عبدل أي خطيئة ما فيش خطيئة حتسيطر علي فلا قعد فيها مرة اتنين مش هترجع أكمل تاني إن الخطيئة دي مش هتستعبدني ما فيش حاجة حتركب فوق كتافي ودلد رجليها وتقوله شي ها أوكي بس فيه صراع طبيعي الصراع حاجة والهزيمة حاجة تانية إنك تصرعيني وما تغلبينيش أبقى تهزمت؟ لأ إنك تصرعيني وأغلب أبقى إيه؟ أبقى إيه؟ أبقى إيه؟ أبقى منتصرة أبقى انتصارت الصراع حابقى موجود لكن حابقى مع الصراع إيه؟ انتصار بالذي أحبنا هو الحل هنشرحها دلوقتي هو الحل هو داني حل أبقى مش بس منتصر وأعظم من منتصر يعظم انتصارنا بالذي أحبنا يبقى ده حل بحقه حقيق مش بيتحك علي مش بيغطي المشكلة ده بيداوي المرض سؤال سمحني في السؤال اللي أنا أقوله هيبنى هو جاهل شوية هنا قلنا هلومة إيه؟ هلومة أنا تحاجة آه يعني ما فيش أي من حق أكتسال أي سؤال في الموضوع تأكيداً إحنا بنقول إن ربي صوعة صلب ومات وقام علشان يبقى كفارة عن الخطيئة اللي ورسناها من آدم وعن الخطيئة اللي إحنا عملناها من ساعة ما تولدنا كلام ده مظبوط؟ هنقول لا ما أنا عايز أسمع منك عشان أكمل من جيلها إحنا دلاتي بنقول إيه؟ أدي مشكلة وأدي اللي أنا محتاج له مظبوط؟ مظبوط وقلنا أنا ورست إيه؟ إحنا شرحنا ده قبل كده تفضل هل في حاجة في الكتاب المقدس بتقول إن المسيح اتصلب ومات وقام عشان يرفع عننا حكم الموت اللي كان على آدم؟ ولا ده استنتاجاً من الأحداث اللي مرت كلها من العهد القديم من العهد الجديد؟ دي فكرة عند ناس كتير إن المسيح مات من أجل خطيط آدم بس عشان الأصل يتشال البقي ده بقى إحنا هنتصرف فيه مع بعضينا لما نقرأ الآيات كلها هنكتشف مش ده اللي بيقوله الكتاب وضع عليه إيه؟ اسمه جميعنا ده فلوقة ده أشعية ده فلوقة القديم ده من الأول الكلام ده ففكرة إن المشكلة هي آدم وربنا جاي خلصنا من مشكلة دي أما مشكلتنا إحنا في دي صغيرة وحنشوف لها حل بقى بالدين بقى كده وبالشوية حاجات كده كويسة حنعملها حنصلى على المشكلة بتاعتنا مشكلة خالص إحنا اتفقنا إن كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه كلنا عوجنا المستقيم كلنا اخترنا الاختيار الخاطئ فصرنا منفصلين عن ربنا صرنا تحت حكم الخطيئة دينونت الخطيئة بتصرخ فينا مزنب مزنب وكلنا بقى عندنا المشكلة اللي بقوله في حد ما عندوش المشكلة دي بتاعت إنه هو جسدي مبيع تحت الخطيئة في حد منكو ارتقى شوية وبقى مش كده من غير المسيح في حد في حد يرفع ايده كده يبوز لنا اللي بنقوله كله تفضل حدرتك يرفع ايدك وبوز لنا في حد ده صرخة البشرية كلها تفضل لا أنت ما فهمتنيش كويسة أنا ما وصلتش لا قول تاني في حاجة في الكتاب المقدس بتقول إن المسيح اتصلب عشان يلفع خطيئة آدم بس لا من ضمن يعني مع الباقي مع كل اللي هو جاي علشانه وفي حاجة بتقول إنه هو اتصلب علشان خطيئة آدم اتصلب علشان خطيئانا كلنا آدم واحد مننا طيب فاهمين بقول إيه آدم واحد مننا بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم شرحنا الفكرة دي آدم دخل الخطيئة إلى العالم بالخطيئة حصل الموت أجرة الخطيئة موت اكتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع ربنا جاء بس عشان خطيئة آدم ولا عشان كل الخطايا طيب أوضحها لك شوية في العهد القديم كان فيه غفران مش كده كان فيه زبيحة والنار بتاكل الزبيحة يتم الغفران عن الخطيئة كان دايما النار بتنزل تاكل الزبيحة لا مش دايما بس كان فيه غفران حصلت كتير يعني النار دي مش كتير بس كان فيه غفران حصلت كم مرة أسلحنا فاكرين دايما إنه يقدمه زي تنزل نار يعني النار نزلة طلعة طلعة نزلة النار فضل حدريتك سوري أنا أعزني كان فيه غفران في العهد القديم بإيه بدم الخروف بدم تيوسو عجول داود بيقول إيه قال له أنت بزبيحة لا تسر فجاوبني كان فيه ولا لا كمل طيب كان فيه غفران ولا لا بإيه كان فيه بإيه بالزبائح اللي كانت بتقدم لا وما كان بتقدم ليه هنجلها هنجلها دا إحنا هناخد فصل كامل لماذا الزبائح والمحرقات ولماذا أن موس في العهد القديم والشرائع موسى أصلا جيه وعمل الحاجات دي كلها ليه لما الحل هو المسيح بس هنجلها أنا أفهمت منك كنا في العهد القديم ما كانش فيه غفران خالص لا فيه غفران يعني كان فيه غفران في العهد القديم بس برضو الناس دول كان محكومة عليهم بالموت مش كده لما كان فيه غفران يبقى حكومة بالموت لإيه الموت الأول اللي هو الموت اللي محكومة على الإنسان الأول آدم كمل طيب لا كمل 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 فلما كان فيه غفران للخطايا الشخصية اللي هو أنا شتمت أخوية فبقدم زبيحة بتتغفر لي خطيتي أو أين كان الوضع اتغفرت لي بس أنا محكوم عليها بالموت فكان المفروض أن المسيح ييجي علشان يلفع حكم الموت عن الناس اللي في الأول والناس اللي بعده كمان فيه حاجة بتقول كده سمعوني ده اللي عمل أهولك النظرية دي احنا عملنا نظرية مش موجودة في كتاب مؤدس احنا هنشرح الحل دلوقتي النظرية ديت انه اللي أنا زي بالزبط المسيح جاء عشان خطيتي آدم والخطايا بتاعتنا دي بقى احنا بنكفر عنها بقى بزبائح بهدايا بتقديمات بصدقات فهام يعني دي كأن اللي احنا بنعمله دلوقتي ده مشكلة صغيرة مشكلة بس هي خطيتي آدم هي اللي كبيرة مش عارف ليه هي اللي كبيرة فالمسيح جاء عشان لحاجة كبيرة بتاعت آدم اللي احنا بنعمله ده حاجات صغيرة بقى احنا هنتصرف فيها مع بعدينا يعني يعني عنش يعني كل واحد يدفعش قرشين كده وحنلمهم مع بعض وليبقى نسدد لربنا ونصلحه يعني فمش كده خالص مش دي الحدوتة خالص طب آخر حاجة انا هطول عليك بس اخر حاجة عشان انا بقول كده ليه لان في مفهوم ابتدى السود بين الناس ان اصلا مفيش سبب ان المسيح تصلب وممكن يكون ما تصلبش اصلا ومفيش سبب هو جاي برسالة اسمعوا كلام بربنا وبيقول لكم واحد اثنين تلاتة ربعا وبي باي 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 احنا عارفين كده وعش كده احنا بنقول في مشكلة دلوقتي مشكلة انا عملت كده حصل كده اللي حصل ده موجود ولا لا الناس شعر بالزنب ولا لا الناس مستعبدة للخطيئة ولا لا الناس مشلق يا ربنا ولا لا التلاتة حاجات دول لو انت كمستمع حسسهم انا مشلق ربنا مش شايفه ومش سمع ومش لمسه مش عايش معاه انا منفصل وانا حسس بالزنب وانا مستعبدة للخطيئة كويس هل الدين والتدين هل الزبائح والمحرقات حلتلي حاجة لا هل انا قدر احلها لا انا محتاج يد علوية تنقذني هنشرح ايه اليد العلوية دي وازاي عمل الفداء في المسيح هو الحل الوحيد وده اللي جاين له على طول احباي اشكركم اشكرك عشان الحديث دوت احنا مدعوين ان نرى الامور على حقيقتها ونفهم الحق وبيقول الكتاب وتعرفون الحق والحق يحرركم اشكركم عشان متابعتكم لينا عبر شاشات التلفزيون وعبر الويبسايت وهنا هذه الحلقة الى ان نلتقي في حلقة جديدة من مدرسة المسيح ربنا معكم ويبارككم امين مدرسة المسيح عزيزي المشاهد في ختام حلقتنا برحب بيك تلميس في مدرسة المسيح وبشجعك انك تواظب وتداوم في المدرسة دي اللي بصلي انها تكون نور واعلان في طريق رحلتك مع يسوع عشان كده بشجعك انك تكتب لينا وترسلنا على الويبسايت تحل الامتحانات اللي موجودة وتبعث لنا الاسئلة اللي انت مش فهمها انا عارف ان المدرسة دي بتصير تساؤلات وحاجات جديدة يمكن بالنسبالك واحنا عايزين نقف جنبك ونشجعك انك تعيش للرب بكل قلبك امين امين امين